دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرية للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نبي الرحمة رسول السلام أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا وما زلنا مع سلسلة في ظل العرش واليوم نتحدث عن عفة رجل وعن عفة امرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو نظرت معي أخي الحبيب في الحوار وفي هذه الحلقة المباركة إن شاء الله وأسأل الله في علاه أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل السادة المشاهدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه لو نظرت لوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين كذلك أيها المشاهد الكريم وامرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله رب العالمين الخوف من الله مقام عظيم أعطى الله عليه العطايا العظيمة ولمن خاف مقام ربه جنتان الله يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآصر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا الرجل الذي دعته امرأة يا سبحان الله يعني لو أنك نظرت في هذا الكلام في كلام رسول الله لوجدت أن الرجل هو الذي يسعى خلف المرأة هو الذي يلهث خلفها هو الذي يهروي الخلفها أما في هذا الحديث وفي هذا المثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين هو في مأمن من العقاب لأنها صاحبة منصب كذلك هو في أشد الحاجة إلى هذا الإغراء لأنها شديدة الجمال ولو نظرت في كتاب ربنا لوجدت نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شاب غريب في بلاد لا يعرفه أحد كذلك عبد عند سيده وعند سيدته في أوج شهوته في الثلاثين من عمره إذا به يقول عنه ربنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال العلماء قال لها معاذ الله ذكرها بالله مع أنها لا تؤمن بالله ربا ومع ذلك قال معاذ الله فلما لم تنتهي عن هذا الأمر الخبيث وعن هذا الفعل المشين إذا به يقول لها يذكرها بكرام الرجال وبأفعال الرجال وبأخلاق الرجال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي زوجك هذا العزيز ثاني رجل في مصر أكرمني أمرك أن تكرمي مثواي يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هكذا كان يأمرها فقال إنه ربي أحسن مثواي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الرجل يحسن إلي وأنا أخونه في عرضه الرجل يأتمنني في بيته وأنا أخونه على فراشه الرجل يجعلني كولد من أولاده وأنا أخونه مع زوجته هذا والله لا يكون فلما لم تنتهي إذا به يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أخف من الفضيحة ألا تخافين أنت وأنت صاحبة المنصب والجاه والسلطان من هذه الفضيحة ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين همت به ليفعل بها الفاحشة وهم بها ضربا أن يدفعها ويقول إني أخاف الله رب العالمين الله يراني الله يطلع علي الله سيحاسبني الله سيسألني عن هذه الأفعال المشينة سبحان الله واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين عندما ظهرت الحقيقة لم ينتهي الأمر عند هذا الحد إنما جاء نسوة وقالوا هذه المرأة مخطئة لأنها أدخلت حب هذا العب في قلبها ودخل على شغاف قلبها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال دخرج عليهم وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم أصبحت المراودة علانية دون السر قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولهن لم يفعل ما أمره لا يسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إلي يا الله ما هذا أتختار السجن أتختار الحبس نعم أختار الحبس وأختار السجن حتى لا أعصي ربي حتى لا يعاقبني ربي حتى لا أحرم من جنة الله عز وجل أتدري أخي الحبيب قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم قل يا رب قل يا الله سيقول لبيك عبدي وينجيك من المعصية وينجيك من الذنوب وينجيك من الكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من ثاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أتدري أيها المشاهد الكريم أن خوفك من الله ينجيك من الشدائد ومن الصعاب إيه وربي صل على رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله عندما مشى ثلاثة نفر وآواهم المبيت إلى غار وانحضرت سخرة من أعلى الجبل فسدت باب الغار فقالوا إنه لا ينجينا من هذه أي من هذا الكرب ومن هذا الحبس إلا أن نناجي ربنا بصالح أعمالنا العمل الصالح ينجيك من الشدائد ينجيك من الكربات ينجيك من الهموم ينجيك من الأحزان يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدس بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله فحسبك الله في كل لك الله إنه لن ينجينا من هذا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء فإذا بي أراودها عن نفسها فأبت علي فأشتد عليها الفقر واشتدت عليها الحاجة وأرغمها الزمن أن تأتي عندي وتطلب مني مالا قلت سأعطيك المال على أن تمكنيني من نفسك فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجه ارتعدت وبكت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق إذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب قال فانطفت وقمت وقلت اذهبي واخذي من المال ما شئتي ثم بعد ذلك ناجى ربه فقال اللهم إن كنت فعلت هذا العمل من أجلك وخوفي منك ففرج عن ما نحن فيه فكان من أسباب تفريج هذه الصخرة أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم أيها المشاهدة طيب معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله أمات الله لو سمحت يا شيخ عندي سؤال فضالي حضرتك ماشي يا شيخ ليه أختي يا شيخ كانت نمي تطلع صدقة لله اللي واحدة جارتها بس هي زوجها موجود بس يعني متزوج عليها والحلم متعفر شوي فان طبعا رجحت لها حد يتيم أم بتربق يتام فيا محتاجة مساعدة مالية فانا رجحت لها أم يتام أولى يعني لأن دكها لها يزوجها يعولها يعني ويصرف عليها فهل علي إيش مننا منعترز أحد الحد تني أجيبك إن شاء الله يا أمات الله طيب معنا لأستاذ سامح السلام عليكم ورحمة الله أيوة لو سمحت يا شيخنا كنت عزيزة السؤالين كده فضل يا أستاذ سامح السؤال الأول يا شيخنا مدام هندي كانت ندرة خروف بالنسبة لأمها وهل إنت ستطلع خينة الخروف مال مبلغ من المال حاضر يا أستاذ السؤال التاني كنت عزيزة بالنسبة هل ليه أخلى بالناس اللي تبقى محظة على الصنوة وأوراد الأسكار الصباح والمساء ومع ذلك بتصاب بالعين والحسد والسحر والناس اللي بتبقى على عصاة وعلى الزنوب وعلى معاصر لا تصاب لا بالسحر ولا بالنفس ولا بالعين ولا بالحسد أجيبك إن شاء الله السلام طيب معانا حسن من البحيرة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا حبيبي سمعت الشيء محمد كان يlakبك سوالين بك فضل يا حبيبي السؤال هو ما هو مفهوم العفة تمام والسؤال التاني هي أشكال العفة أشكال أشكال العفة طيب يا حبيبي اجيبك إن شاء الله بعانا الأستاذ واليد من الشرقية مذهبا السلام عليكم ورحمة الله فضل يا أستاذ وليد السلام عليكم السيادنا عليكم السلام ورحمة الله ربنا يبارك في الدرش شاشة والله ربنا بارك في أهل الشرقية يا حبيبي والله بحبك ربنا يا ربنا بحبك الأخوة وبعلمك يا رب الله ربنا استورك يا سبريد وأنا سعيد بسمع الصوت ربنا يا عزك رب معي بعض الأسنى فضلت فيك فضل يا حبيبي بالنسبة لأسؤال الأول حبث دم الزبيحة بعد الزبح يعني واحد زبح زبيحة سواد جعجة أو حمامة وحبث الدم هل يصح الأكل منها في الزبيحة دي السؤال الأول السؤال الثاني حكم التسوق بالأصبع هل يجوز ويقوم مقام السواق أو الفرشة أيضا دي السؤال الثاني ربنا يبارك فيك فيه واحد بخلف بقول يا دين النبي هل يجوز هذه اللفظة هل تخالف العقيدة يعني اللفظة بيت حاضر يا أستاذ أيضا شيخنا ربنا يبارك في عمرك برضو لو قالوا دين النبي من عمل الحجرية بتعارف الفلاحين يعني ربنا يبارك فيه هل لو فعل الشيخ دوت قالوا دين النبي من يفعل الشيخ دوت وفعلوا هل عليه كفرت يمين حاضر حكم ضلت البغال والحمير هل تعرف سنة حاضر يا رب لو سمحت أفضل الأبراز اللي النفر بيشوفها دي حرام ولا حلال يعني يقول لك برجك ايه آه تمام يعني حرام ولا حلال النفر يعرض الموضع يعني 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 لو سمحت يعني والله يعني مش عارفة يعني 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 بعملش معهم حاجة بشة بس هما دايماً بيعملنوا دايماً بيقزوني من اللي بيعملك وحش؟ أهل جوجي أهل زوجي دايماً بيقزوني طمعين دايماً بيقزوني دايماً أنا موأنش بههم حافة ومع عمرش أتفض معهم اليوم الشركرة هي اكناك بسهلاً عمرو ما أتفض معهم ولا عملتها بههم حافة بس معرفة دايماً بيقزوني إما بيحضوا لي بيكرهون يا صني الشكل لنا لأكم فيها مكان حلو أي سؤال تاني حتى صباح لو قطحت عنهم حراما لحلام حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله أمت الله بتقول أختي أخرجت صدقة وكتت وديها لفلان بعينهم وأنا وأقنعتها إنها صدقة تروح لفلان أنت لم تغيري من نصيبه في شيء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني سبحان الملك الرزق هذا مقسوم ولكن إن وصلت إلى الفقير فهي أولى إن وصلت إلى المحتاج فهي أولى إن وصلت إلى المريض فهي أولى إن وصلت إلى الأرملة التي تربي في المساكين وفي اليتامة فهي أولى إن شاء الله طيب سامح بقول هي أولى يعني عندي فقير وهذا الفقير مثلا دخله حوالي تلتميج نفي الشهر وفقير آخر دخله حوالي مئة جنيه في الشهر يبى من الأولى؟ إلا هو اللي دخله أقل إلا هو مئة جنيه فقير عنده أربع أولاد وفقير آخر عنده ستة أولاد يبى من الأولى؟ إلا عنده ستة لأنه يعول أكثر طيب معانا لسا السامح بيقول نظرت زوجتي خروف من أجل أمها يعني كانت أمها ربما تكون مريضة وقالت إن شفي الله أمي سأذبح خروفا وهل ينفع يا عم الشيخ أن يطلع مال؟ لا يا حبيب تأتي بالخروف من نظر أن يطع الله فليطعه ومن نظر أن يعص الله فلا يعصه يعني لا بد أن تأتي بالخروف طيب يا عم إحنا في ظل كورونا الآن وإحنا بنقول إن الناس ما تجمحش على الأكل يبقى تقطع هذا الخروف إلى كيلو نص كيلو ربع كيلو وتوزع على الفقراء واليتامة والأرامل والمساكين من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ سامح بيقول يعني إحنا أحيانا بيقول أذكر الصباح والمساء وبيصب بالمس يصب بالسحر وهناك وناس آخرين يعني يعصون الله ويرتكبون الذنوب ولا يصبون أقول لك يا أستاذ سامح النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بأنه من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يعني تحت رعاية ربنا تحت كنف الله عز وجل وهناك أدعية باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إذا قلت هذا الدعاء وإذا قلت هذه الأدعية التي وردت عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لن يضرك شيء إن شاء الله كذلك ربما يكون الابتلاء هذا على قدر العمل أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء فأهل المعصية وأهل الذنوب لهم الدنيا وأنت إن شاء الله لك الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يتوب على كل عاصم وعلى كل مذنب قل آمين يا رب العالمين حسن من البحيرة أقول ما مفهوم العفة العفة أن تتعفف يعني تترك الحرام سواء كان هذا الحرام من مال أو من طعاب أو من شراب أو من شهوة هذه هي العفة يا ولد الحبيب أشكال العفة كما قلناها الآن وأنواع العفة كما قلناها الآن عفة عن المال الحرام لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم هذه العفة العفة كذلك عن الكذب تترك الكذب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر أشكالا عدة في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم كأن صحابي من الصحابة عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا في الحرام مخافة الله أبدله الله خيرا منه في الحلال فهذه عفة يا ولد الحبيب كذلك الأستاذ وليد من الشرقية يقول دم الذبيحة بعد الذبح عموما طالما أن الدم في العروق فهذا يؤكل أما إن خرج الدم من العروق فهذا دم نجس وأتعجب كل العجب عندما مثلا واحد يشتري سيارة يبني عمارة يبني بيت يشتري شقة جديدة أول حاجة يعملها يذبح ويقول أنه جاي على الدم وهو على الأرض ويعمل خمسة وخمسة على البيت ده أنت بتحط على البيت نجاسة ولكن يكفيك أن تذبح ثم تطعم الفقراء والمساكين والأرامل من أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيق الله عز وجل شر الحسد لماذا؟ وفديناه بذبح عظيم وكأن هذا الذبح وهذا الإطعام سببا في نجاتك إن شاء الله التسوق بالأصبع هل ينوب مكان السواك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي ده أمرتهم بالسواك عند كل صلاة فيا أخي الحبيب الأولى والأحرى استخدام السواك طيب ما في السواك وألف مكان في صحرة وعندي فيه ماء أمامي يجوز استخدام الأصبع إن كان طاهرا إن شاء الله طيب معنا اتصال إن شاء الله السلام عليك أستاذ نادية أيوة فضلي حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله عنا خير يا شيخ ربنا يسترك يا رب ويسعدك الله يخليك أنا عندي شؤالين بس لحضرتك تحت أمري الله يخليك ما يمرش عليك ظالم السؤال الأولاني عند قراءة القرآن بكون بقرأ القرآن أو في الصلاة بسمع يعني إيه كده تذشورها على السلام والسلام هل أنا وانا بقرأ القرآن أسلي على الرسول أو في الصلاة بس علي الأولاني الشؤال الثاني عندي أعرف فيه ناس يا شيخ ببعارهم يعني عندهم كل شيء وربنا يغنيهم أكتر وأكتر ليه بيبشوا للناس اللي هم يعني أقل منهم في كل شيء وبيتماعوا وبيغضوا من حروقهم وبيزدموهم جنب وفزيع وبيغضوا حاجات منهم وهم يعني ناس يعني أدى حالهم مش رضيين يعني بما قسمه الله لهم يعني مش رضيين بعجدهم زي ما بيقول أيها شكرا أي سؤال تاني طيب معنا التصال السلام عليكم لا وبركاته أستاذ إبراهيم أزايا يا شيخ محمد الله استرك يا حبيبي وسعليك ربنا يا رب أعمل يا حضرتك مرحبا بحضرتك منين يا سبراهيم من البحيرة بإذن الله يا أهلا بأهل البحيرة فضل يا حبيبي أخبار حضرك يا شيخ محمد ربنا استرك ربنا يبارك لنا فيك ويبارك فيك يا حبيبي أنت والسامعين والمشاهدين الكرام والعالم أجمع يا رب لو أنا بوزع لحمة رضحية طلعتها بنية الصدكة الجرية على عزيز لي يا متوفر تمام يا جوز ولا لا حاضر يا حبيبي طيب معنا محمد السلام عليكم ورحمة الله أيها أيها عليكم السلام فضل يا محمد أيها يا شيخ لو سمحت أنا كنت ندر خروف سامعك ندرت خروف أنا ندر خروف وكنت من بدري يعني ندرته كنت ممكن أسفع مكانك الفلوس طيب أنت معنا من أولي الحلقة يا أم محمد أيها هجاوبت إن شاء الله طيب بص يا شيخ لو سمحت طيب يعني أنا مثلا عايز أديلي الأيتام قوله خلابة بس وعايز أشوف جمعية أو أدي ليها تمام وعايز أؤدي الجمعية والجمعية ديت بتعول أيتام يعني آه يكون أيتام من نفس خلابة تتفرع ليها حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني يا أم محمد طيب معنا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله يا أم محمد عليكم السلام وبركاته فضل فضل يا أم محمد السلام وبركاته لو سمحت أنا عايز أسأل على آه اللعبة اللي بتيجي على الموبايل أنا فيهم اللي بتيجي على الموبايل والولاد عايزين بيشحنوا فيها بالفلوس اللي هي الفري فاير تمام الفري فاير بتعود عليهم بايه يا أم محمد طيب شكرا يا أم محمد أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم إن شاء الله وبركاته سبنا الشيخ ربنا استورك يا أبو عبد الله ربنا يباركيك هل مكة كلها حرمة فضلس ابن الشيخ حاضر يا حبيبي وهل الصلاة في مساجد مكة تأخذ حكم الصلاة في مسجد حرم يعني حاضر يا حبيبي طيب حكم لقطة المدينة هل تأخذ نفس حكم لقطة مكة حاضر يا حبيبي الغال معنا أم مصطفى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا سيدي عليكم السلام ورحمة الله يا أم مصطفى فضالي كنت ربنا بارك فيك كنت أسأل يا سيدي عن السلام بتاع السورة يوسف ورفع أبويها على العرش تمام نحن نعلم كمان نحن نعلم إنهم كان والد سيدنا سيدنا يعقوب بكل و trails كان يعيش لربيته وعمته يعني كان أمه من أمه التانية يعني ورفع ولديها على العرش أبويها يعني على العرش ورفع أبويها على العرش تمام أيف cumin كنت بس ألي يا سيدي عن حضرتك عن حديث النفس وأخذت الله لنا على حديث النفس تمام مما تحدث به نفسنا يا ربنا بياخذنا بيها هاي سؤال تاني يا امو مصطفى لا ربنا يخليك يا سيدي ويبارك في عمرك يا رب امت الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ كان عندي بطة بتخرج هل كنت اسم حضرتك من شوية كان عندي بطة يا شيخ بتخرج فترة حضنة البدل المفروض اني شهر او اربعين يوم بالكتير تمام جدي يا شيخ لما خلصت فترة الحضنة فترة البدل المفروض اني البدل مثلا يا في خرج او مسلا مفروش فكسرت البيض فيا ربنا يسامحني يعني ما كسرت البيض لقيت فيه بطة صغير فقال ما كسرت علي البطة مات فهل انا علي جنب اوزر ان انا يعني ما افروف في سؤال تاني في سؤال تاني يا شيخ ربضالي امت الله ماشي السؤال التاني يا شيخ كان يعني عندي ارنب وجيت اتباح منه فالسكنة ما كانتش حمية بمسة تاني طب بيه مسلا نتهاش يا امت الله والله يا شيخ يا المفروض ان انا بستخدمها حمية فعند الدبح الارنب بيبقى قاسي شوية في الدبح مم فلما جيت اتباح حسيت ان انا عزبتم يعني فبرضو حس ان انا علي جنب ان انا عزبتم في الدبح بتاعه تمام لو علي اي جنب برضو يا شيخ فاضح وديبك يا امت الله ان شاء الله وديبك ان شاء الله ام يحيى السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام الله يخليك عليك السلام فضالي يا ام يحيى ما عليك انا يعني امي توفت وانا كنت مسافرة ما شفتاش يعني ما خبرتش الوفا وكيد تمام هي دلوقت من توفت لها سنتين يعني بس انا زعلانة جدا يعني كنت مسافرة خارج مصر يا ام يحيا انا لا انا من اصوان بس كنت مسافرة اسكندرية يعني تمام تمام ما حضرتش دفناها يعني اه لا ما حضرتش ما شفتاش تمام روحت كده عزيتي في يام العزاء يعني في تاني يوم اه جيت جيت تاني يوم كانت يعني تاني يوم بعد ما اتدفن تمام بس انا عندي فزن وزعل وانسيت ما توقف انت كنت على اتصال بيها بالتليفون يا ام يحيا اه كنت على اتصال بيها ايه طيب حاضر حاضر انا على اتصال بيها وخويسة معها جدا يعني احنا هي ربطنا ثلاثة ايتام بس انا موسيقنا هي توفت وانا بص يعني سأمان الدنيا كلها حزينة حزم لا يعني ما ما افسد اقول لك ربنا يرحمها رحمة وسعى يا رب بنا يرحمها رحمة وسعى طيب معنا ام عمر السلام عليكم ورحمة الله يا ام عمر عليكم السلام يا حبيل بقول له حزينتك انا عايز اسأل على رؤية نشفتها والله لست بتأويل الاحلام بعالم بس تقول يا ام عمر ان شاء الله كنا نتحدث عن الاستاذ وليد من الشرقية فهو بتكلم عن ضلة البغال والحمير يعني تعرف ضلة البغال والحمير لمدة عام يا حبيب تعمل اعلان ان انا وجدت ضلة من البغال او من الحمير ولا تذكر اوصافا فان جاءك صاحبها فاعطيها له وجزاك الله خيرا الحج صباح بتتكلم عن الابراج وهل هيع حرام ام حلال الحج صباح قل لا يعلم الغيبة الا الله ولو كنت اعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء علم الابراج هذا حرام لانه تدخل في الامور الغيبية التي لا يعلمها الا الله عز وجل فليس عليك ان تؤمن بهذا العلم ولا تقرأ فيها ولا تقول انا برج الاسد ولا برج الفار ولا برج المعزة هذا كل كلام لا يعني ليس له مكان لا في قلب مؤمن ولا في عقيدة مؤمن ولا حتى في ديننا نحن المسلمين طيب اهل زوجي بعملهم معاملة طيبة جدا معاملة حسنة وهم بعملون معاملة سيئة سبحان الله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله ان لي اهل قرابة احلم اليهم ويسويئون الي اصلهم ويقطعونني اوصلهم ويفعلون بي كذا وكذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل اي الطراب فداومي على حالك ان شاء الله يا حق صباح وتجدين الخير عند الله وكوني مع اهل زوجك كالشجر يرمونك بالحجارة وترميهم انت باطيب السمر كما كان يفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم عندنا السؤال بعد كذا الاستاذ نديا تقول عند قراءة القرآن عم الشيخ يأتي ذكر النبي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم فهل يجوز لي ان انا اقول صلى الله عليه وسلم يجوز لك ذلك ان شاء الله تبنا اصلي عم الشيخ هل يجوز لي ونبقر إلى ايديه اقف ثم اصلي على رسول الله لا لا يجوز لك ذلك الا اذا كنت خلف امام فتقول في سرك صلى الله عليك وسلم يا رسول الله نديا يعني يقول سبحان الله نستاذ نديا هناك اناس عندهم المال وينظرون الى الناس ويحسدونهم على ما عندهم من الخير فاقول لهم الا قل من بات لي حسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في حكمه لانك لم ترضى لي ما وهب فاياك والحسد اخي الحبيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان من اهل النار الحاسد والحاقد الحاسد والحاقد من اهل النار فعندما ترى خيرا عند غيرك قل اللهم بارك له يا رب وارزقني مثله او ارزقني ضعفه او اضعافا لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي انس ابن مالك يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه صدق رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وسبحان الله تحضرني قصة الان في الحسد في الحسد امير من الامراء يقول لجنوده وحاشيته ووزرائه الحاسد يكره نفسه قالوا كيف ذلك راجل يكره نفسه قال سأثبت لكم ائتوني بفلان وفلان من الحساد اتنين عنده في العمارة يعلمون علما يقين انهم من الحساد ومن الحاسدين فجاء بهما فقال لهم لهم الامير فليتمنى علي احدكم امنية اعطي الاخر قدرها مرتين يعني الاول لو قال ان عايز الف جنيه اد بالثاني الفين عايز قصر اعطي الثاني قصرين اريد ان اتزوج بامرأة ازوجه بامرأتين فطبعا كل واحد يتمنى ان يكون هو صاحب المرتبة الاولى والتانية نعم الثانية فاذا به يقول احدهما للاخر تكلم والاخر يقول له تكلم انت تكلم تكلم انت فارتفعت الاصوات فقال لهم الملك اصمطا لا ترتفع الاصوات عندي تكلم انت يا فلان واختار اشدهما حسدا فقال لو اخترت مالا لصار اغنى مني عقارا لصار اكثر مني ايها الملك افقى لي عينا حتى يصبح الاخر اعمى ولا حول ولا قوة الا بالله الاستاذ ابراهيم من البحيرة بيقول هل يجوز لي اننا اوزع لحمة الاضحية بنية الصدقة على عزيز لي قد توفي يا استاذ ابراهيم اسأل الله في علاه ان يرحم موتانا وموتاك وموتى المسلمين وان يرزقك الصبر والسلوان انه ولي ذلك والقادر عليه لحم الاضحية ان اخرجته فقلت في نفسك اللهم اني اهب لفلان مثل سوابي من هذه الاضحية سيصله هذا السواب ان شاء الله كما اخبرنا كما اخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ام محمد طبعا والسؤال دا تكرر انما من باب الادب ساجيب عليه ان شاء الله ام محمد تقول نظرت خروف فيعم الشيخ هل يجوز لي ان انا ادفع مال يعني تمن الخروف دا الفين جنيه اطلع ماله خلاص اقول لك يا ام محمد طالما انك نظرت خروفا فاذبحي اذبح الخروف ثم وزعي هذا الخروف على الفقراء واليتامة والارامل والمساكين من امة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي يا عم الشيخ ان انا اديه لجمعية والجمعية دي تعول ايتام او مرضى او مساكين يجوز لك ذلك ان شاء الله ام احمد تقول عن اللعبة اللي هي على النت او على الموبايل بيشحنوها بفلوس وكلام من ده اقول لكم ايها الشباب والله لقد ابتلين بهذا الامر من الالعاب الالكترونية كبابجي وغيرها وغيرها هذه الالعاب لم يقصد بها الا تدمير العقول الا ازهاق الارواح الا قتل الانفس كم من شاب في ريعان شبابه وجدناه قد انتحر كم من شاب قد فسد كم من شاب يعني سبحان الله تحضروني الان حادثة كانت هذه الحادثة في احدى الدول الاوروبية انقطع النت كانت هناك ام تنظف البيت فانقطع سلك النت على طفل يلعب لعبة البابجي او لعبة كاي العاب الاكترونية فاذا به يغطاز وذهب الى امه فقتلها وقتل جميع من في البيت حتى جاءت الشرطة فقال له منتظروا حتى اكمل هذه اللعبة لا حول ولا قوة الا بالله فهذه الالعاب كلها حرام وليس لها في ميزان الشريعة الا ان تبتعد عنها يا ولدي الحبيب ابو عبدالله مكة كلها حرم نعم اخي الحبيب مكة كلها حرم وهذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام هل الصلاة فيه كالمساجد في مكة لا يا اخي الحبيب لان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة في مسواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني امت الله عندها بطة والبطة دي طبعا قبل البيض ما يتفرغ او انقضى مدته فإذا بها تقوم بكسر هذا البيض فوجدت فيه أن هناك بط حي وهي الآن حزينة على هذا الذنب أقول لك يعني سبحان الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أنت أخطأتي لا يؤخذكم يعني سبحان الله بهذا الخطأ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليك ذنب إن شاء الله ولكن استغفر الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآيات طيب يا عم الشيخ وأنا بذبح الأرنب السكينة كانت بردة يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ومن باب إحسان الذبحة يعني اشحز السكين جيدا حتى لا تشعر بالألم هذه التي تذبح سواء كان طيرا أو كان حيوانا وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم يحيى تقول أمي توفيت وأنا مسافرة يعني لم أحضر الدفع وأقول لك يا أم يحيى إن شاء الله إذا مات ابن آدم انقطى عمله إلا من ثلاث إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له وسبحان الله موت الأم أعظم مصيبة ماتت الرحمة ماتت المودة ماتت الألفة مات الكرم مات الجود مات الحب الذي لا يريد مقابل الشخص الوحيد الذي يحبك في دنيات ولا يحتاج منك جزاء ولا شكورة الأم بالله عليك نعم أقصدك أنت بعدما تصلي على رسول الله وأقصدك أنت يا بنيتي كم تحزنين الأم كم تغضبين الأم والله لا يعرف قيمة الأم إلا من فقدها أبو واسلة أبو واسلة إذا به هذا الرجل عندما ماتت أمه بكى بكاء شديدا فقال له الناس ما يبكيك يا أبا واسلة قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة أغلق أحدهم الآن فيا أم يحيا أكثر من الدعاء لأمك أكثر من الاستغفار لأمك أكثر من الصدق لأمك وإن شاء الله ليس عليك ذنب إن شاء الله أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول رجلان رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الخوف من الله الله يدافع عنك إذا خفت من الله كيف ذلك؟ كان هناك فتى على عهد عمر بن الخطاب هذا الفتى كان لا يفارق صلاة الجماعة فإذا به في يوم من الأيام غوتهم رأة فقالت لخادمتها هل لا أتيتيني بهذا الشاب في بيتي؟ قالت سأتيك به إلى البيت إن شاء الله فذهبت إليه ووقفت له في طريق عوداته من المصلى فقالت أنا امرأة كبيرة في السم وعندي شاه لا أستطيع أن أقوم على حل بها فهل جئت معي يا ولدي؟ قال سأتيك إن شاء الله كانوا يسارعون إلى الخيرات فلما دخل إلى بيتها أغلقت الأبواب وغلقت النوافذ فإذا به يقول أين الشاه؟ قالت سأتيك بها فدخلت عليه امرأة شبه عارية فإذا به يتحصن بجدار ثم كبر وقال الله أكبر وأخذ يقرأ الفاتحة وهي تداعبه وتلاعبه وتقول إن لم تصب مني سأصرخ حتى أجمع عليك الناس وأقول أنك اقتحمت علي منزلي وبيتي فأبى عليها رفض رفض أن يعص الله عز وجل فإذا بها تصرخ فاجتمع عليه الناس وأخذوه إلى الفاروق عمر مكبلا وكان يحبه الفاروق عمر فلما رآه قال عمر اللهم لا تخيب ظني فيه هذا الشاب أحسبه من الصالحين أحسبه من المتقين أحسبه من الخائفين الخاشعين أحسبه من الزاهدين أحسبه ممن يخاف الله عز وجل فإذا به يقول ما الذي جعلتموه لماذا جعلتموه مكبلا قالوا حدث كذا وكذا في منزل فلان الفلانية قال له ائتوني بهذه الجارية ثم جاء له ثم جاء له بهذه الجارية وجاء له بالدرة الدرة اللي هي الجلدة التي كان يعاقب بها المذنبين فلما دخلت عليه الجارية قال اصدقيني يا امرأة وكان الفاروق عمر له هيبة وله إجلالا كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا ابن الخطاب فإذا به يقول اصدقيني يا امرأة أهذا الشاب أراد بك السوء قالت لا والله بل أنا الذي أردت أن يفعل بي السوء فقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيه ثم قال الحمد لله الذي أراني شبيه يوسف عليه السلام يا أخي الحبيب تعلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم أتريد ظل الرحمن أتريد الخير في الدنيا أتريد حسن الذكر أتريد شفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أتريد جوار رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله كن ممن يخاف الله كن ممن يتق الله عز وجل وصاحب جريج ليس معنا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أم محمد عليكم السلام عليكم وبركاته فضلي أم محمد ما عليش أنا حلفت على المصحف بيقول له حرام الحلفان على المصحف حلفت على المصحف على حاجة صدق ولا كاذب يا محمد لا صدق صدق تمام بس أنا حال ما يقول له حرام على المصحف بص يا محمد حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلب بالله أو ليسكت وفي رواية أو ليصمت فأنت دايما يما تحليفي تقولي والله تمام يام محمد أي سؤال تاني سلام عليكم يا أبا محمود اتفضل يا أبا محمود السلام عليكم السلام عليكم يا آمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زك العشية الله سترك يا آمة الله الله يخليك مع resulted أسأله يا شخ اتفضل يا شخ الأسبوع اللي في حتى أنا سألتك سادس ما قلت لك الثاني بتلوي لما بقرأ القرآن لما بصلي دلوقيت يا شيخ لو أنا مثلا الحروف ما بلعيش معاي تمام في الصلاة صلك يعني علي حاجة ولا ايه قرأتي صحيحة حاضر أجيبك يا أمة الله سؤالي التاني التاني يا شيخ أبوي يا شيخ كان عندينا قطة في البيرت ورح تكلت فرخة عندينا رح حقبت شو على بحرقها ولع فيها النار ولع فيها النار لا حولها لفتها إلا بالله وظلك أبوي يعني توفى يا شيخ مش عادت ايه أعمله يعني طيب حاضر أجيبك يا أمة الله السؤال التالي لا يخليك آخر حال يا شيخ برؤية طيب لسنا بتأويل أحلام بعالمين ألا شيخ بارك الله وفك شكرا فضالي يا أمة الله يعني أمة الله لسنها يتلوى أثناء قراءة القرآن فهل يا عم الشيخ إن الصلاة كده صحيحة نعم النبي حتى صلى الله عليه وسلم يقول عن من يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفر الكرام البررة ومن يقرأ القرآن وهو يتلعثم فيه يعني بيقرأه بالعافية كده السن الثقيل لا يستطيع أن يتدبر الأحكام أو أن يأتي بالأحكام على حذافيرها فله أجران أجر القراءة وأجر التعتع طيب بالنسبة للقطة اللي أبوكي أشعل فيها النار يعني أسأل الله أن يغفر له الذنب ويصطر عليه العيب وأن يرفع له الدرجة في القبر وأن يرزقه جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم فيا أخي الحبيب لا يعذب بالنار إلا رب النار حبيبك النبي يمشي مع الصحابة في يوم من الأيام فإذا بهم يشعلون النار في النم واحد فيهم قرصته نملة فقام فأشعل في هذا النمل بالكامل النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل هذا فقال أنا يا رسول الله فقال لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أخي الحبيب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله كن من هذا الرجل كن من من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله دائما وأبدا اعلم أنه كما تدين تدان حبيبك النبي كان يحذر من يقعد ويستخلف المجاهدين في نسائهم بالخيانة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ولا يخلف رجل رجلا في أهله بسوء إلا أوقف له يوم القيامة يأخذ من أعماله أي من حسناته فما ظنكم فإياك والخيانة إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يحب الخائنين افعل ما شئت كما تدين تدان اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بنا جدال فيه التوسط في الأمور ترجمة نانسي قنقر